حميد البعض يقرأه حميد ابن مسلم ويبدو أن الأصح هو حميد ابن مسلم على أي حال إن كان هو حميد كان حميد ليس مهما ينقل لنا عن حميد ابن مسلم من دون مصدر معين ومن دون سند معين صفحة 351 قال حميد ابن مسلم فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله إلى آخر ما قال إنه يتحدث عن حالة الهجوم على خيام الحسين بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه ويستمر إلى أن يقول وعلي بن الحسين فيهم في العائلة وهو مريض بالذرب وقد أشفى أشفى يعني قارب على الهلاك وقد أشفى فلان أشفى يعني قارب على الهلاك لشدة مرضه وهو مريض بالذرب الذرب الإسهال الشديد الشديد جدا هذا الكلام نقله حميد ابن مسلم إنني أقرأ من صفحة 352 ورواية حميد تبدأ من صفحة 351 قال حميد ابن مسلم إلى أن قال وهو مريض إمامنا السجاد بالذرب بالإسهال الشديد وقد أشفى أشفى على الهلاك هذا الكلام نقله المفيد عن حميد ابن مسلم من دون مصدر من دون سنة حميد ابن مسلم ينقل حادثة في بداية سنة 61 للهجرة إنه اليوم العاشر من شهر محرم في السنة 61 من الهجرة والمفيد توفي سنة 413 للهجرة لا مصادر لا أسانيد لا أي شيء مباشرة نقله عن حميد ابن مسلم حميد ابن مسلم وظيفته الأساسية هي الكذب على أهل البيت لو كان من الذين قتلوا الحسين بسيوفهم ربما يكون الحال أهوى حميد ابن مسلم مثل ما في زماننا إعلاميون كان إعلاميا كان يكتب الأحداث من قبل عبيد الله بن زياد كان يؤرخوا يقرروا الأحداث من قبل عبيد الله بن زياد فيكون هذا الأمر مثارا للشك أكثر ربما لو نقل ذلك شمر بن ذي الجوشان ربما يكون أهوى لأن شمر قتل الحسين بسيفه وما قتل الحسين بقلمه هذا حميد من الذين قتلوا الحسين بأقلامهم يجب علينا أن نتجنب عن أقوالهم على الأقل عن الأقوال التي تلحق السوء والنقص بآل محمد فلماذا يا مراجع النجفي اعتمدتم هذا القول فطرتكم فاسدة نعم لو كانت فطرتكم سليمة لما اعتمدتم هذا القول سوء توفيق نعم التوفيق منكم مسلوب لو كان عندكم أدنى توفيق لما أخذتم هذا الكلام كذابون نعم كذابون لأنكم تقولون من أنكم محققون مدققون من جو إذا كنتم محققين ومدققين يا غبران فلماذا ما حققتم ودققتم هنا ما هذا الكلام إلى يومنا هذا تقولون به في موسوعاتكم في كتبكم في أحاديثكم في فتاواكم في الأسئلة التي تجيبون عليها على مواقعكم على منابركم خطباؤكم الذين يتقيؤون خر أن تعلموه منكم يتقيؤون هذا الخر على رؤوس الشيعة الذين يتبركون بخرقائهم على رؤوسهم هذا هو الذي يجري الأنكى من هذا المرجعية المعاصرة مرجعية السيستاني هي التي تبث هذا الكذب والدجل بشكل أقبح فإن الوائلي ما اكتفى بذكر هذا الكلام إنه افترى شيئا جديدا لا وجود له رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي عن إمامنا السجاد والشيء الوحيد الذي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليها وما حصل عليها أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهى يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال وخي زينب يحبسيه لألا تبقى الأرض خالية من نشل آل محمد الغريب القنوات التي تبث هذا الهراء هي قنوات السيستاني الذي يقول من أنه حسيني والحسينيون يعود نسبهم إلى الإمام السجاد كما يعرف علماء الأنساب ذلك السيستاني هو علي الحسيني السيستاني الذين ينتسبون هذا النسب يعود نسبهم إلى الإمام السجاد وكذلك فضائيات الشراز فضائيات صادق الشراز وصادق الشراز هو حسيني أيضا ينتسب إلى الإمام السجاد أي انتساب إلى الإمام السجاد هذا فضائياتكم في كل سنة في شهادة الإمام السجاد تبث هذه المجالس في كل سنة تبث هذه المجالس في ذكرى شهادة إمامنا السجاد في فضائيات صادق الشراز الحسيني يعني من أولاد السجاد وفي فضائيات السيستاني الحسيني يعني من أولاد السجاد ماذا يبثون يبثون هذا الهراء وكل هذا الكلام الذي قاله علوائي لكذب لو أنه اكتفى فقط مثلما اكتفى أيضا بعض الفقهاء من أنهم أجابوا من أن الإمام مصاب بمرض الذرب وسكت أو تحدث به بعض الخطباء وسكت وإن كان هذا هو من أقبح القبائح لكن الوائلي يتحدث بطريقة لا وجود لها لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة هكذا يقول عن إمامنا الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني والله هذا كذب وحق الحسين هذا كذب لا وجود له في أي مصدر من المصادر ما قال الإمام الباقر وهذا الكلام وبقية الكلام أيضا من أنهم ينظفونه ينظفونه من أي شيء يا أيها الأغبياء الإمام السجاد كانوا يدخلون عليه بالماء لأنه كان مصابا بالحمى وبعد ذلك انقطع الماء وفقا لرواياتكم هذه ولرواية الوائل هذه التي كلها كذب والسيستاني يأمر الشيعة أن تأخذ دينها من هذا الوائلي السيستاني يتبنى مدرسة الوائلي هذه المرجعية ليست فقط نقلت الأكاذيب من كتاب الإرشاد وإنما أضافت أكاذيب أخرى هي أكاذيب الوائلي هذه هي مرجعية النجاف إنها مثل بولي البعير تمشي إلى الوراء إذا كان الطوسي حذف روايات من المقنعة وجاء بروايات أخرى تتماشى مع ذوق الشافعي فذلك حال سيء ولكن الحال الأسوأ هو هذا تعتمدون رواية رواها قاتل قتل الحسين بقلمه أن نشك في كل ما قال أن نشك في كل ما كتب لأنه من الأعوان الإعلاميين لجيش عبيد الله بن زياد هذا هو حميد بن مسلم ما كان يحمل السيف كان يحمل القلم وعودوا إلى كتب التأريخ وقائع المقتل كثير منها أخذ عن هذا الكذاب حتى هذا المقتل الذي يقرأه عبد الزهر الكعبي أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل هذا موضوع بحاجة إلى بسط في القول لم تحققوا في الأسانيد مثل ما تقولون من أنكم تحققون في الأسانيد ونسبتم هذا القول الباطل إلى الإمام السجاد ولكن الأنكى يأتي السستان بعد ذلك والشيراز في فضائياتهم كي يؤكد أكاذيب جديد على إمامنا السجاد ويبثون هذا الحديث الكاذب الذي يتقيأ به الوائلي والأنكى من ذلك أيضا حين ننبه الشيعة على هذا الهراء يقولون هذا فكر ماسوني إلى أين أنتم ذاهبون يا أيها الشيعة إلى أين أنتم ذاهبون ما هذه الحقائق بين أيديكم وفقا لهذه الرؤية الباطلة الماء قطع عن خيام الحسين ثلاثة أيام يعني أن الإمام السجاد خلال هذه الأيام الثلاثة كان الغائط يتجمع على بدنه وعلى ثيابه وعلى فراشه وبعد أن حملوهم هل ذهبوا به إلى حمام طائحين الحاط هل بدلوا ثيابه حينما جاء لدفن أبيه ودفن الأجساد جاء وثيابه كلها غائط يعني أن الأسديين كانوا يشمون رائحة الغائط ويرون الغائط على ثياب الإمام السجاد متى ذهب ليغتسل في أي حمام غبران وبعد ذلك المسيرة من الكوفة إلى الشام يعني دخل إلى قصر يزيد ابن معاوية وهو يحمل طنا من الغائط كيف صعد على المنبر بغائطه ثولان ما كل هذا أنتم تقولون به هل سألتم أنفسكم يا أيها الأغبياء يا مراجع النجف ويا خطباء النجف هذه طريقة استنباطكم طريقة خرئية غائطية بتمام المعنى يفوح منها رائحة الغائط الذي ملأ رؤوسكم فلذا ما بدتم تشمون الرائحة الطيبة بمعاطسكم وآنافكم دعوتتم على هذه القذارة الناصبية هذا الكلام حق أو باطل ماذا تقولون أنتم ما هي هذه منهجيتكم وهذه نتائج استنباطكم أكاذيب 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 أرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقرة أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحشين جذبه من ردائه قال أخي زينب يحبشيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد هذا هو منهج الطوسي وهذا هو منهج الخوئي وهذا هو منهج محمد باقر الصدر وهذا هو منهج السيستاني وهذا هو منهج الوائلي هذا هو منهجكم لماذا تكابرون ولماذا تعاندون لماذا لا تصححون أخطاءكم لماذا لا تعتذرون عن هذه الطامة الكبرى التي أوقعتم الشيعة فيها أنت شاطرين فقط تضحكون على الشيعة وتسرقون أموالهم هذا كل الذي تقومون به ماذا قدمتم لإمام زمانكم ما هو الذي طرحه إعلامكم عن الحجة بن الحسن ما الذي قدمه خطباؤكم غير الهراء والقذارات والأوساخ الناصبية إلى متى تبقون هكذا لكن العتبة ليس عليكم الذي يريد أن يعتب عليه أن يعتب على هؤلاء الدخيين رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الدخية ما الذي أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لنا أخر بابا ما توصل النوبة إليها؟ قال توصل أطمئنا تركبهم يعني إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قل لي مستعجب 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 تركب يعني خلاغة أبا ميشيني كما تقول خلاغة أبا ميشيني تبغل أبو كان حالة تسموني هوقش ديخ عربي هوقش ونص عباطل كنا على ثقا وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ ومشيني لا مو علم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة